احنا من نتأمل هاي الاحكام ما نسأل انفسنا ليش شنه فلسفة اني انا ما اطيب شنه فلسفة اني ما اتزين شنه فلسفة اني ما اجادل في الحج هذا جانب يريدك الله ان تتأمله زين اذا احنا رحنا الحج ما نعرف فلسفة هاي الاحكام صر نحال نحال غير نروح الحج ونرجع تقبل الله الله يتقبل اسألكم الدعاء اكثر من هذا ما نبني المقصود من العبادة ان الله تبارك وتعالى اراد من هذه الفريضة ان تربي الانسان اولا على كبح جماح الروح الموجودة عنده يعني تهذب نفسه هذا واحد اثنين تعلمه قلة الكلام قلة الجدال يعني هم تربية نفسية في هذه العبادة من خلال فرض الاحكام الموجودة فيها زين بعد طيلة ما انت محرم حرم الله النساء على الرجال والرجال على النساء حتى الله يحدث عندك قدرة على التحكم كونترول ليش سمثلا يقول واحد انا ما اتحمل شدعوة شنو ما تتحمل اشوف من تروح الحج ما تقدر تسوي شيء ليش لان الحج فيه كفارة وفيه اشكال يمكن تبطل حجتك ويمكن فتمتنع تصير عندك قدرة ها هنا المغزش انه ان الله تبارك وتعالى يريد ان يوجد عندك القدرة في الحج وغير الحج وهذا جانب واحد اللي هو يعتبر ابرز جانب في الطاقة البشرية اذا قدر تتحكم في هذا خلال حشرة ايام فانت قادر على ان تتحكم فيه طيلة العام اذا هناك تربية روحية اللي يلتفت الى هاي الامور يتربى من الحج يوصل الى درجة من التهذيب النفسي الراقي